السلام عليكم. خلينا نكمل عن الريد بلد سيلز. حكينا احنا عن الانزيمات اللي موجودة. واحد من الانزيمات اللي كتير مهمة بالريد بلد سيلز اللي هو اسمه الكاربونيك انهايدريس. هذا الكاربونيك انهايدريس بيحفز تفاعل ما بين السي او تو والووتر. نتيجة لهذا التفاعل بينتج عندي الكاربونيك اسد اللي هو اتش تو سي او ثري واللي رح يتحلل لهايدروجين ايونز و اتش سي او ثري اللي هي البي كاربونيت ايون. ليش هذا التفاعل مهم? هذا التفاعل مهم لانه سبعين بالمية من الكاربون دايكسايد اللي بدوينتقل من التشوز از اتش سي او ثري. طبعا اللي رح يصير هو التفاعل عكسي. بحيث انه الاج سي او ثري يتحول لسي او تو والسي او تو يطلع مع مع الاير ذات وي اكسيل. اوكي? بالاضافة انه او هادا التفاعل بساعد بعملية الاسد بايس بلانس. وهاي اكيد انحكالكم عنها برينال سيستم. طيب او فهادا التفاعل بيصير لانه الكاربونيك انهايدريس موجودة جوه الريد بلاد سيلز. طب هلا بدي احكي لكم عن مصطلح اللي هو مصطلح الهماتوكرت. الهماتوكرت هي احكي انه بمعنى آخر إنه لو أخدنا عينة من الدم مثلاً 100 ملي من الدم حجم الـ RBCs الـ Red Blood Cells بهذا الـ Volume of Blood هو الـ Hematocrit هلا كيف دي أقدر أنا أفصل الـ Red Blood Cells عن الـ Blood رح أستخدم جهاز الطرد المركزي اللي هو الـ Centerfuge اللي بنعمله بهذه الحالة إنه بناخد عينة من الدم ومنحطها داخل الـ Tube ومندخل هذا الـ Tube على الـ Centerfuge الـ Centerfuge بلف بسرعة كبيرة وبيفصل المواد حسب كثافتها الـ Red Blood Cells هم الأكثر كثافة بالدم يعني هم الأثقل فبالتالي رح ينزلوا للـ Bottom of the Tube الـ Plasma هو الـ Lightest هو الأقل كثافة فرح يكون الـ White Blood Cells والـ Platelets will be in the middle فبالتالي عملية الـ Centrifuge للـ Blood رح تقسمه لثلاث أقسام اللي هم الـ Red Blood Cells في القاع بعدين البوفي كوت اللي هو White Blood Cells والـ Platelets وبعدين البلازمة أوكي؟ هلا هذا البوفي كوت بيكون يعني صغير كثير لأنه يعني ما بياخدوا حجم كثير الـ White Blood Cells والـ Platelets فتقليبا يعني ما ما إلوه كتير أهمية هلا الـ Hymatocrit كيف بحسبه؟ الـ Hymatocrit باجي بقسم أنا طبعا هذا الـ Tube بقيس طول البلد سامبل كلها اللي من هون لهون فبالتالي لما بقيسهم بيعني أداة بتشبه المصطرة بتساعدنا على قياسهم بقيس هذا الطول مثلا خلينا نحكي أنه طلع أربعة مليمتر وطول هذا طلع عشرة بقسم أربعة على عشرة وبضرب ضرب مية فبهاي الحالة بطلع الـ Hymatocrit عبارة عن أربعين بالمية فبحكي أنا أنه الـ RBCs occupy 40% of the total blood volume هلا النورمال الـ Hymatocrit هو يكون من 38% ل 46% بالـ Females ومن 40% ل 54% بالـ Males لأنه الميل عندهم عدد RBCs أكبر فالـ Hymatocrit عندهم أعلى هلا إذا كان الـ Hymatocrit قليل يعني مثلا لو جبت عينة زي هلا زي اللي شفتوها هلا ودخلتها على الـ Centrifuge وطلع الـ Hymatocrit عندي 30% بحكي أنا أنه بهاي الحالة الـ Hymatocrit is low هاي العينة مثلا كانت من ميل الميل مفرود من 40% لـ 54% معناته It is low شو يعني لو؟ يعني هذا الشخص عنده أنيميا عنده فقر دم وفقر الدم إلو أنواع كتير وإلو مشاكل كتير ولازم يتعالج بينما إذا طلع الـ Hymatocrit عالي إذا طلع مثلا 70% معناته بحكي أنه هذا الشخص عنده Polycythemia Polycythemia هي زيادة بعدد كريات الدم الحمراء الآن زيادة عدد كريات الدم الحمراء إلو أثار سيئة على الجسم لأنه رح تزيد الـ Viscosity of the blood رح تزيد كثافة الدم رح تزيد الكثافة لأنه إذا زاد الـ Red Blood Cells هذا بيعني أنه الـ Plasma قلت The fluid part of the blood has decreased فإذا قل السائل معناته بيصير البلد كثيف أكثر بيصير جريانه بالأوعية الدموية أصعب وممكن يصير عند الشخص تجلطات لا سمح الله فالـ Polycythemia شائعة كثير عند المدخنين ودائما إحنا بنطلب من المدخنين أنه حاولوا تبرعوا بدم باستمرار عشان تمنعوا أنه يصير في عندكم الـ Polycythemia طبعا الحل الأمثل إنكم توقفوا دخان بس إذا ما قدرتوا على الأقل تبرعوا بالدم طيب هلا الجزء بالـ RBCs اللي بيحمل الأكسوجين وبينقله هو الـ Hemoglobin وشو هو الـ Hemoglobin؟ الـ Hemoglobin عبارة عن Protein عدد الـ Hemoglobin Molecules كبير جدا جوه الـ RBC وهي الـ RBC أصلا يعني ربنا هيك خلقها مخصصة للـ Hemoglobin يعني الـ RBC لا فيها نيوكليس ولا فيها أورجنلز بحيث أنه المساحة الداخلية تكون مفضية للـ Hemoglobin وحكينا أنه تقريبا 33 أو 34% من وزن الـ RBC هو عبارة عن Hemoglobin عدد الموليكيولز of Hemoglobin تقريبا 280 مليون Hemoglobin Molecules بكل RBC أحيانا إحنا منسمي الـ RBC a bag of Hemoglobin حقيبة من الـ Hemoglobin أكي هلا من شو مكون الـ Hemoglobin؟ خلينا نشوف هذا هو الـ Hemoglobin Molecule الـ Hemoglobin Molecule هو عبارة عن بروتين مكون من في عنا آآ 2 ألفة تشينز اللي هم لونهم أزرق فاتح و 2 خليني بس عشان يكون واضحين هاي ألفة تشين وهاي ألفة تشين وهاي هون بيتا تشين وهاي بيتا تشين ألفة وبيتا فكل هيموغلوب الموليكيول عبارة عن 2 ألفة تشينز و 2 بيتا تشينز كونيكتت تشينز عشان يعملولي بروتين بنسميه الـ Glopin طيب في وسط كل واحدة من هدول الـ Polypeptide تشينز في عندي اسمها الـ Heem اللي هي هاي ها هون هاي هاي عبارة عن Pigment اسمها الـ Heem وهاي هون يعني خليني نحكي الـ Chemical Composition للـ Heem هيك تركيبتها هلا اللي مهم بهذا الـ Chemical Composition إنه في وسط الـ Heem في عندي فرس Iron اللي هو هايو هاد اللي هو Fe Plus 2 هادا الـ Iron هو اللي بيرتبط مع الـ Oxygen اوكي هلا ما بين الـ Oxygen والفرس هو Reversible بيصير بين الفرس Iron وال هناش هيك بين الفرس Iron والـ O2 يعني لما الـ RBC تدخل على بالـ Lungs الـ Concentration of Oxygen is very high فبالتالي بيبلش الـ Oxygen يرتبط مع الفرس Iron ولازم الـ Iron يكون فرس وحكينا إحنا في عنا انزيمات بالـ RBC بتخلي الـ Iron بالفرس State إذا كان بالفرس State ما رح يرتبط مع الأكسوجين طيب إذن بعدين لما الـ RBC توصل على التشوز هناك الـ Concentration of O2 is very low فهاي البند رح تنكسر والأكسوجين رح يطلع من الهيموغلوبن ويروح على التشوز تمام إذن بما إنه كل هيموغلوبن فيه أربعة هيمي جروبس وأربعة Iron آيون معناته كل هيموغلوبن قادر على الارتباط بأربعة Oxygen Molecules طيب What are the functions of هيموغلوبن طبعا المost important function اللي هي transport of oxygen from the lungs to the tissues برضو they transport carbon dioxide from the tissues to the lungs حكينا إحنا إنه carbon dioxide 70% منه بتحول لHCO3 بفضل الكاربونيك أنهايدريس اللي موجودة جوه ال Red Blood cells 23% بيرتبطوا مع الهيموغلوبن والهيموغلوبن هو اللي بينقلهم للنغز و7% فقط إنهم بيكونوا يعني على شكل CO2 مذاب بالدم فقط 7% معناته الهيموغلوبن برضو برضو important للتransport of CO2 مش بس للتransport of oxygen أوكي يا إما Directly إنه الهيموغلوبن برتبط مع CO2 أو إنه الإنزيمات اللي موجودة الإنزيم الكاربونيك أنهايدريس اللي موجود جوه الRBC رح يحول الكاربون دايكوسايد لHCO3 برضو من الفنكشنز للهيموغلوبن إنه هذا النيتريك هو من الهرمونات اللي بيصنعوها الإندوثيليال سيلز اللي هم الخلايا اللي بيبطنوا جدران الأوعية الدموية الإندوثيليال سيلز وهذا النيتريك أوكسايد من خصائصه إنه بيعمل فيزو دايليتيشن يعني بيوسع الأوعية الدموية فلما بيوسع الأوعية الدموية بيحسن من هذا النيتريك أوكسايد أحيانا بيرتبط مع الهيموغلوبن والهيموغلوبن والريليست بالمكان اللي بيحاجة إنه يتحسن فيه البلد بس طبعا الوظيفة الرئيسية والمهمة جدا هي هاي هي أهمية الهيموغلوبن طيب ننتقل للحديث عن الاربي سي لايف سايكل الاربي سيز بالعادة بيعيشوا مية وعشرين يوم بعد هيك يفترض إنه رح يصل بنعلي البون مرو بدل اللي صار لهم طيب هلا خلينا نبدأ بالخطوات اللي بتصير الريد بلد بينتقلوا باستمرار من خلال الأوعية الدموية بينقلوا الأكسوجين بيدخلوا الأوعية الدموية صغيرة because of that they undergo wear and tear as they squeeze through the blood capillaries يعني بيصير إنه في نوع من الدامج للبلازمة مبراين يعني ممكن اللي بلازمة مبراين يتدمر نتيجة لأنه they squeeze through البلد capillaries هلا as the RBC's age مع العمر they cannot synthesize new components to replace the damaged ones بالوضع الطبيعي أول ما بتكون يعني أول ما بتتصنع الRBC بيكون عندها القدرة إنها تصلح الخراب اللي بيصير بالبلازمة مبراين لكن مع الوقت بتفقد هاي القدرة فبالتالي البلازمة مبراين will become more fragile رح يصير ضعيف هلا بالسبلين بالاطحال في عندي أنا blood capillaries that are very small فبالعادة هدول الRBC's اللي هم aged وعندهم فرجايل بلازمة مبراين لما بيدخلوا بهدول البلد capillaries رح يصير لهم ربتشر طيب هلا الكونتنس اللي موجودين جوه الRBC's رح يطلعوا ولحسن الحظ إنه السبلين فيه نوع من خلايا الدم البيضاء اللي هي اسمها الفيكست فاقوسيتيك ماكروفيجز فاقوسيتيك ماكروفيجز هدول رح ياخدوا الهيموغلوبن اللي طلع من جوه الRBC's ويعملوا له ريسايكيلينج يعيدوا تصنيعه وممكن هاي العملية تصير بالليفر لكن المين سايت هو السبلين ومهم جدا إنه الهيموغلوبن ما يطلع على السيركوليشن لأنه الهيموغلوبن ضار جدا إذا طلع على السيركوليشن إذا وصل خصوصا على الكدنيز إلو مخاطر كبيرة فا يعني لما بصير هذا الربتشر جوه السبلين الماكروفيجز اللي هم هدول حكينا نوع من خلايا الدم البيضاء هم بيكونوا ثابتين يعني موجودين هناك بالسبلين بياخدوا هذا الهيموغلوبن وبيعيدوا تصنيعه شو اللي رح يصير هاي عندي أنا الاربيسيز اللي هم ايجد دخلوا على الاسبلين صار لهم ربتشر الماكروفيجز أخدوا الهيموغلوبن شو رح يعملوا فيه الهيموغلوبن هو جزئين الهيم والجلوبن الجلوبن اللي هو البروتين البروتين رح يتكسر لأمينو أسد اللي هم البلدينج بلوكس للجلوبن هم الأمينو أسد وهدول الأمينو أسد بيدخلوا على السيركوليشن ومن هناك يعني بيروحوا على خلايا ممكن انه يستخدموا لإنتاج طاقة ممكن يستخدموا لإنتاج بروتينات أخرى بغض النظر بس انه بتم الاستفادة منهم هلا الهيم جزئين ذكروا ان هو فيه آيرون وبرضه فيه صبغة هلا بالنسبة للآيرون الآيرون رح يطلع من السبلين وفيه له مصيرين بس المهم انه الآيرون لما بيطلع ما بيطلع هيك لحاله على البلد لأنه الآيرون تكسك إذا طلع لحاله على البلد يعني إذا طلع على البلد هيك آيرون ممكن يرتبط مع يعني موليكيولز معينة بالبلد أو على سطح الخلايا وبيدمرها فضروري أنه الآيرون ما يكون فري ففيه بالبلد فيه بروتين اسمه الترانسفرن هذا بيرطبط مع الآيرون وبينقله الآيرون لاحظوا أنه بهاي الحالة هو بالفري كستيت هو F-E بلس ثري أوكي هلا هذا الآيرون يا إما بيروح على البون مرو وبتم استعماله لتصنيع ربي سيز جديدة يا إما بيروح على الليفر هلا بس يروح على الليفر بنفصل عن الترانسفرن وبيرطبط مع بروتين موجود بالليفر اسمه الفررن وبتم تخزينه لوقت الحاجة طيب هذا بالنسبة للآيرون هلا نحكي عن الصبغة اللي هي الداي البيجمنت هاي البيجمنت رح يحولوها الماكروفيجز لصبغة تانية اسمها البلفيردن والبلفيردن رح تتحول للبيليروبن اوكي هلا هذا البيليروبن رح ينتقل البيليروبن هي صبغة لونها يلو يلو اورنج المهم هاي الصبغة رح توصل على الليفر والليفر رح يفرزها مع البايل اللي هو العصار الصفراء و رح تدخل على البيليروبن بتحول اليورو بالنجين واليورو بالنجين جزء منه بيتم امتصاصه و بيروح على الكلاب و بيطلع مع اليورن على شكل يورو بلين و هاي اليورو بلين دونها أصفر و هاي اللي بتعطي اليورن اللون الأصفر جزء تاني من اليورو بالنجين رح يضل موجود بالنجين وهناك في عنا بكتيريا بتحوله لستيركوبيلن اللي هي brown greenish pigment وهي اللي بتعطي الفيسز أو الستول اللون اللي هو الأخضر أو البني فهذا بالنسبة للضاي فهيك بيكون إنه يعني الجسم استفاد من هاي المكونات اللي هيموغلوبن وحمى الأعضاء برضو منها يعني طيب هلا الاريثروباوسيس حكينا عنه يعني احنا حكينا عن الهيمو باوسيس اللي هو كيف بيتكون خلايا دم بالبون مرو هلا الاريثروباوسيس يعني البرودكشن اف ار بي سيز اوكي الاريجين طبعا هو كله من نفس الخلايا اللي هم الستيم سلز اللي موجودين بالبون مرو اللي اسمهم البلوري بوتينت هدول بيصير لهم شوية ديفرنشياشن بيعطونا مايلويد استيم سلز هدول بعدين بيصير لهم مور ديفرنشياشن بيعطونا برو ايرثروبلاسس وهدول برو ايرثروبلاس بيبلت شوية نقسموا ويصير لهم ديفرنشياشن لحد ما انه بالنهاية وطبعا اثناء هاي العملية بيكون يعني الخلية فيها نوا وفيها اورجينيلز وعم بتصنع الهموغلوبن اوكي هلا في النهاية في النهاية انه رح يتكون عندي خلية اسمها ريتيكيولوسايت وهي الريتيكيولوسايت بيكون ما فيها نوا يعني بس تطلع النوا لنيوكليوس من الخلايا هدول اللي عم بتطوروا بتتحول لريتيكيولوسايت الريتيكيولوسايت لسه فيها ميتوكندوريا فيها رايكوزومس فيها اندوبلازميك ريتيكيلم بس ما فيها نيوكليوس وهي الريتيكيولوسايت بتطلع على البلد اهناك وهي موجودة بالبلد بيصر لها ماتشيوريشن وبتتحول لريد بلد سيل وذن وان تو تو ديز هلا مهم كتير انه عشان الاريثروباويسس يصير بشكل فعال انه يكون في عندي الهرمون اللي حكينا عنه اللي هو الاريثروباوتن ومهم كمان انه يكون موجود البلدينج بلوكس للهيموغلوبن هلا الهيموغلوبن عشان يتصنع منحتاج احنا ايرون منحتاج لغلوبن اللي هو مكوهم من امينو اسيدز منحتاج فيتامين بي 12 فاذا هدول موجودين رح يتم عملية الاريثروباويسس بالشكل الامثل لكن اذا في نقص فيهم ممكن انه يا اما الاري بي سيز ما يتصنعوا او يتصنعوا بس يكون نسبة الهيموغلوبن فيهم قليلة الحالتين رح يقدوا لحدوث الانيميا اللي هي ضعف الدم او فقر الدم هلا بالعادة الاريثروباويسس سرعته بتكون مماثلة لسرعة الديستركشن او ار بي سيز بحيث انه عدد الار بي سيز يكون ثابت يعني اذا فقدنا باليوم مليون ار بي سي البون مرو بيصنع لنا كمان مليون ار بي سي عشان يضل العدد ثابت اوكي لكن اذا صار في عندي خلل بالجسم اذا فجأة فقدنا عدد كبير من الار بي سيز لانه لانه مثلا اوكي لانه مثلا صار في نزيف بالجسم صار في نزيف الواحق مثلا شخص اتعرض لحادث نجرح جرح كبير وبدأ ينزف وعم يفقد دم كتير عم يفقد خلايا دم حمراء هذا شو تأثيره على الجسم تأثيره على الجسم انه رح يقل كمية الاكسجين اللي عم توصل للخلايا لانه فقدنا جزء كبير من الار بي سيز هلا لما بيقل البلد سبلاي اللي عم يوصل للكدنيز للكيلة لانه هي زيها زي كل التيشز رح تتأثر بنقصان عدد الار بي سيز شو اللي رح يصير في عنا خلايا معينة موجودة بالكيلة تستشعر هذا الانخفاض بنسبة الاكسجين او بتوصيل الاكسجين وبتبدأ تطلع هرمون الاريثروباوتن هلا الاريثروباوتن بيروح بيبدأ يأثر على الخلايا اللي موجودة بالبون ميرو وبيخليهم يعني يصل لهم دفرنشياشن اسرع وصيروا يعطوني مور ريتيكيلو سايتس وهدول الريتيكيلو سايتس بيبدأوا يطلعوا للبلد وبصير لهم بيتحولوا لريد بلاد سيز طبعا هاي العملية ما بتكون فورية لانه اكيد تصنيع الار بي سيز بيحتاج لوقت هلا مع الوقت لما يتعوض عدد الار بي سيز اللي انفقدوا ويرجع العدد لوضعه الطبيعي رح يصير في عنا نيجاتف فيدباك وينزل يعني تنخفض نسبة الاريثروباوتن والاريثروباويسس يرجع يصير ابطأ من الاول يعني فقدان الريد بلاد سيز رح يخفف من نسبة الاكسوجين اللي بتوصل للخلايا ومن ضمنها خلايا الكيلة وبالتالي كمية الاريثروباوتن اللي بتطلع رح تزيد والاريثروباويسس رح يصير اسرع عشان نقدر انه نعوض الار بي سيز اللي انفقدوا باسرع وقت ممكن مجرد ما تعوضوا هدول الار بي سيز بيرجع الاريثروباويسس لسرعته الاصلية اللي هي انه يكون البرودكشن مماثل للديستركشن اوكي طيب اوكي اظن هيك خلصنا كل شي بنا نحكيه عن الريد بلاد سيلز وبنقدر نبلش بالوايت بلاد سيلز اللي هم خلايا الدم البيضاء اللي وظيفتهم الرئيسية الدفاع عن الجسم they are part of the immune system هلا الوايت بلاد سيلز بيختلفوا عن الريد انهم عندهم نيوكليوس عندهم أورجينيلز فهم عبارة عن خلايا متكابلة هلا الوايت بلاد سيلز بشكل عام احنا منصنفهم لنوعين granular و agranular agranular يعني بعض الخلايا عندها بالcytoplasm granules وبعض الخلايا ما عندها granules شو هم الجرانيولز هدول هم عبارة عن physicals صغيرة يعني زي حويصلات هيك صغيرة موجودة جوة السيتو بلازم وبتحتوي على مواد كيموية ضرورية لعمل الوايت بلاد سيلز هلا بالمحصلة انه في عنا احنا وايت بلاد سيلز في عندهم هدول الجرانيولز وفي وايت بلاد سيلز ما عندهم الجرانيولز هلا الجرانيولر ليكوسايتز هم ثلاث أنواع neutrophils xenophils وباسوفيلز كل واحدة منهم الهاوظيفة مختلفة الآي جرانيولر ليكوسايتز هم الليمفوسايتز والمونوسايتز وحكيت لكم انا انه معظم الوايت بلاد سيلز بعيشوا لمدة ايام فقط باستثناء الليمفوسايتز اللي ممكن يعيشوا بعض أنواعهم ممكن تعيش لشهور او لسنوات طيب هلا كم عدد الريد بلاد سيلز كم عدد الريد بلاد سيلز سوري الوايت بلاد سيلز ببلد تقريبا من خمس تالاف لعشر تالاف خلية بير مايكرو ليتر اوكي هلا اذا كان العدد اكتر من عشر تالاف منحكي عن هاي الكوندشن ليكوسايتوسس ليكوسايتوسس يعني زيادة عدد كريات الدم البيضاء هون اكتر من عشر تالاف مايكرو ليتر هاي بالغلط مكتوبة ليتر هي لازم مايكرو ليتر طيب هلا ليش بيصير ليكوسايتوسس ممكن نتيجة لانه فيه انفكشن بالجسم هلا بدياكم تعرفوا انه البون مارو اصلا انه دائما بيكون فيه مخزون من الوايت بلاد سيلز فاذا صار فيه مثلا هيكا صدن لي انه دخل بكتيريا معينة على الجسم وصار انه الجسم بده يدافع عن حاله فبتبلش يعني توصل سيجنالز للبون مارو عشان يطلع هدول الوايت بلاد سيلز اللي هم اساسا يعني مكونين وموجودين لوقت الحاجة اوكي فبالتالي اذا صار فيه مثلا التهاب بالجسم رح يزيد عدد الوايت بلاد سيلز بكمية كبيرة داخل الدم ممكن يوصل يعني لثلاث اضعاف الحد الطبيعي هلا هذا لانه الوايت بلاد سيلز هدفهم الدفاع عن الجسم فلما بيكون فيه عندنا التهاب انه عددهم يزيد بالبلد هذا بيعني انه برضو ممكن يزيد عددهم بحالة التمارين الصعبة جدا الانستيزيا اللي هو التخدير والسيرجري اللي هي الجراحة هلا فيه بعض الحالات انه زيادة عدد كريات الدم البيضاء ممكن تكون مؤشر على يعني اندرلاينج لوكيميا انه فيه بعض انواع سرطانات الدم بيزيد فيها عدد الوايت بلاد سيلز بيكون العدد كبير جدا فسامتاينز هذا الانكريز ما بيكون احيانا بيكون احيانا بيكون هي عبارة عن انه يكون عدد الوايت بلاد سيلز اقل من خمسة الاف بير مايكرو ليتر هذا الوضع يعني مستحيل ان يكون الانخفاض بعدد كريات الدم البيضاء انه سببه لا بالعادة بيكون سببه انه البون مرو كانت سنتسايز الوايت بلاد سيلز في فيلر بالبون مرو عم يفشل بصناعة الوايت بلاد سيلز وهذا ممكن يكون نتيجة للعلاج بالاشعة والعلاج الكيماوي اللي بياخدوه مرضى السرطان اللي هو الرادياشن والكيمو ثيراباتيك ايجنز وممكن يكون نتيجة لشك الشك اللي هي انه لما بيقل بلاد سبلاي لمكان معين يعني اذا قل بلاد سبلاي للبون مرو بشكل كبير هذا ممكن يقلل من صناعة الوايت بلاد سيلز طيب هلا كيف بالعادة احنا هلا حكينا عننا اكتر من نوع للوايت بلاد سيل وبيهمنا احيانا انه انميز ما بين هاي الانواع لانه كل واحدة من هاي الانواع لها وظيفة معينة فمثلا في حال انه اذا كان في عندي زيادة بعدد كريات الدم البيضاء مرات بهمني اعرف اي نوع هو اللي زاد لانه هذا ممكن يدلني انه ايش المشكلة اللي عند المريض هلا حتى نعمل ايدنتفيكيشن للوايت بلاد سيلز اللي بنعملوا انه احنا بناخد عينة دم بنحطها على سلايد ومنحط عليها نوعين من الصبغة واحدة منهم بيكون لونها ريت والتانية بيسك داي بيكون لونها بلو وبعد هيك بنتفرج عليها تحت المايكروسكوب ومنشوف شو اللي رح يصير هلا هدول الدايز بالعادة بيدخلوا على الجرانيولز اللي موجودين بالسايتو بلازم هلا خلينا نشوف الانواع البيسوفيل اللي هي لونها بلو فبالتالي البيسوفيلز رح يكون لجرانيولز لونهم دارك بلو وحجمهم اصلا هم هيك حجمهم كبير هلا لانه حجم لجرانيولز كبير بالعادة لنيوكليوس ما بتنشاف يعني زي ما انتو شايفين هاي الخلية هون انو بس احنا شايفين جرانيولز وفي مناطق من السايتو بلازم مبينة لكن النواة لنيوكليوس مش مبينة اوكي طيب هلا الازينوفيلز الجرانيولز حجمهم اصغر وهدول الجرانيولز دي لايك الاسيديك داي عشان هيك الاسيديك داي بتدخل جوه لجرانيولز وبتعمل لهم ستينينج باللون الرد بالنسبة لنيوكليوس لنيوكليوس آآ آآ عبارة عن باي لوبت باي لوبت شو يعني باي لوبت يعني لها جزئين متصلات مع بعض طبعا انو هذا هيك بنعتبره جزء وهذا جزء وهي فيه شغلة برابطة بين بيناتهم فهم باي لوبت آآ 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 أوكي آآ بالنسبة للنوع التالت لنيوكليوس الغرانيولز يعني يعني وحجمهم أصلا صغير يعني هون أنا مش شايفة فعليا واضحة مش زي هون مش زي هون هلا بالنسبة للنيوكليوس عندها من 2 لفايف لوبس هاي الخلية اللي قدامي فيها 1 2 3 لوبس فعشان هيك مرات بتتسمى لنيوتروفيلز الملتي سيجمنتد سيلز إنو لنيوكليوس تبعتهم it's divided into many loops طيب هلا بالنسبة للجرانيولوس الآي جرانيولوسايت اللي هم الليمفوسايت والمونوسايت هلا الليمفوسايت السايتو بلازم is very clear والنيوكليوس it is circular and it occupies most of the cytoplasm يعني حجم لنيوكليوس كتير كبير لدرجة إنو معظم السايتو بلازم يعني it's occupied by the nucleus إنو بتحتله لنيوكليوس أوكي طيب آخر نوع من الخلايا اللي هو المونوسايت هدول هم أكبر الخلايا اللي موجودة بأكبر أنواع white blood cells لنيوكليوس شكلها kidney shaped اللي هو هيك بالضبط والسايتو بلازم إلو فومي أبيرنس يعني زي الرغوة لأنه السايتو بلازم فيه a lot of lysosomes والليسوسومز بيساعدوا المونوسايتس يقوموا بوظيفتهم طيب آآ هلا مثلا إذا بتتذكروا أنا مرجيتكم شكل بالبداية هون آآ هات هات عبارة عن إنو إحنا أخدنا عين الدم وحطينا عليها التو دايز اللي حكينا عنها وعم نتفرج عليها تحت المايكروسكوب أكتر خلايا موجودين هم ال red blood cells هلا بالنسبة لل white blood cells آآ بدي تتفرجوا هون في عندي أربعة white blood cells هاي واحدة تنتين ثلاث وهاي أربعة أوكي هدول الثلاث هم عبارة عن neutrophils وهاي monocyte كيف ميزناهم أول شيء neutrophils نيوكليس segmented هون لها أربع أقسام هون أربعة هون ثلاث أوكي المونوسايت حجمها كتير كبير أكبر من هدول الخلايا والنيوكليس شكلها زي الكدني اللي هي هيك حكينا تقريبا كدني شاي فإذن إحنا زي هيك لما مناخد عين الدم ممكن نعرف كم عدد كل واحدة من هدول الخلايا بالدم هلا يفترض إنه الموست كومن هم النيوتروفيلز النيوتروفيلز بشكله من ستين لسبعين بالمية من كل ال white blood cells وهذا النوع من الخلايا ضروري في مكافحة البكتيريال انفكشنز عشان هيك إذا الشخص عنده التهاب بكتيري يعني صح ال white blood cells رح يزيدوا كلهم بس أكتر شي رح يزيد هو النيوتروفيلز فهيك ممكن إحنا نعرف إنه هذا عنده بكتيريال انفكشن لأنه زادوا النيوتروفيلز البيسوفيلز بشكله أقل من واحد بالمية وهدول بالعادة بيزيدوا بالاليرجيك كونديشنز بحالات الحساسية الازينوفيلز بشكله من اثنين لأربعة بالمية وبيزيدوا بحالات الحساسية وبرضه لما يكون في عنا باراسيتك انفكشن لما يكون فيه التهاب طفيليات الليمفوسايتس they are very important in fighting viral infections وهم السكند موست كومن white blood cells بشكله من عشرين لخمسة وعشرين بالمية طيب بالنسبة للمونوسايتس المونوسايتس بشكله من ثلاثة لثمانية بالمية من كل الwhite blood cells وبالعادة بيزيد عددهم إذا في عنا chronic bacterial infection أو chronic inflammation يعني بالحالات المزمنة سواء كانت التهابات بكتيرية أو التهابات اللي هي يعني يكون فيه التهاب بالجسم طيب هلا شو وظيفة؟ أوكي آآ هون في آآ يا بدنا نحكي عن ماكروفيجز آآ أنا صراحة متأكد إذا حكيت عنهم أولى يمكن كان الريكورد ستوبت فمن باب الاحتياط خليني أرجع أحكي عن الماكروفيجز هلا المونوسايتس أحياناً بيغادروا مجرى الدم وبيدخلوا على التشوز مجرد ما دخلوا على التشوز رح يكبر حجمهم ويتحولوا لماكروفيجز هدول الماكروفيجز هدول الماكروفيجز عندهم قدرة كبيرة على الفاكو سايتوسس اللي هو إنهم يبتلعوا المايكروبات ويدخلوهم لجوى الخلية وبعدين يقضوا عليهم هناك الماكروفيجز نوعين الفيكست ماكروفيجز هدول بيكونوا موجودين في مكان معين وثابتين فيه وفي عنا الووندرينج ماكروفيجز اللي هم بينتقلوا من مكان لمكان الفيكست هدول موجودين بأعضاء معينة بالجسم يعني في عندي مثلا الالفيولر ماكروفيجز هدول موجودين باللونجز في عنا ماكروفيجز بالسبلين وحكينا عنهم قبل شوي وهم مهمين بإعادة تدوير الهيموغلوبن في عنا ماكروفيجز بالسكن فيه بالليفر هلا اللي موجودين بالسكن مهمين جدا لأنه دائماً بالسكن معرض أنه يصير فيه يعني ننجرح مثلاً مجرد ما نجرحنا هذا بيكون مكان ممكن البكتيريا أو الجراثيم تدخل من خلاله لداخل الجسم الماكروفيجز اللي موجودين بالسكن بيكونوا هم يخط الدفاع الأول بيحاولوا يقاوموا البكتيريا عبد ما تيجي باقي الوايت بلد سيلز من البلد وتبدأ تقوم بوظيفتها فالفيكست ماكروفيجز مهمين دورهم مش محصور بالمناعة لهم أدوار أخرى زي ما حكينا الواندوريج ماكروفيجز بيتنقلوا يعني وين فيه تشو فيه انفكشن أو انفلميشن بيروحوا هناك وبيقوموا بوظيفتهم طيب هلا الفنكشن الفنكشن حكينا وبالعادة عشان يقوموا بهاي الوظيفة لازم يتركوا البلد ويروحوا على التشو اللي فيه انفكشن أو فيه انفلميشن عشان يبدأوا يقاوموا الباثوجينز اللي موجودة هلا الجرانيولر ليكوسايتس والمونوسايتس لما بيغادروا البلد ستريم خلص لكن الليمفوسايتس بالعادة بيتنقلوا وهم بتنقلوا عن طريق الليمف اللي هو السائل الليمفاوي ممكن ينتقلوا من مكان لمكان ويرجعوا على البلد ويرجعوا على الليمف ويرجعوا على التشوز هلا كيف الوايت بلد سيلز بيقضوا على البكتيريا عندهم طريقتين أو على الباثوجينز بشكل عام يا اما بالفاقوسايتوسس وهذا بيعملوه للنيوتروفيلز والماكروفايجز الفاقوسايتوسس اللي هو الابتلاع يعني بيبتلعوا المايكروب بيدخلوا لجوات الخلية لجواتهم وهناك بيدمروا أو أو في طريقة تانية هاي بيستعملوها الليمفوسايتس البي إنه أجسام مضادة وهي الأجسام مضادة بتهاجم المايكروبات وتقضي عليها أوكي؟ هلا حكينا إنه عشان الوايت بلد سيلز يستطيعوا يقوموا بوظيفتهم لازم يطلعوا من الدم ويروحوا على التشو اللي صاير فيه الانفكشن عملية اللي من خلالها الوايت بلد سيلز بيغادروا البلد وبيدخلوا على التشوز بنسميها الاميغريشن الاميغريشن طيب هلا عنا إحنا هون بهذا المثال في عندي ويت بلد سيل نيوتروفل ماشية بالبلد هي ماشية من خلال البلد فيسل هلا اللي صار إنه هاي الوايت بلد سيل بدأت تعمل يعني بدأت بدها تغادر البلد فيسل وتروح على التشو على هاي المنطقة لأن هاي المنطقة فيها انفكشن اللي بيساعدها إنها تعمل هذا الاميغريشن هو موجودين على سطح لنيوتروفلز وعلى الاندوثيليال سيلز أوكي يعني هاي النيوتروفل فيه على سطحها هدول الموليكيولز اللي لونهم أخضر هدول اسمهم انتغرينز والاندوثيليال سيلز في عليهم هدول اللي منسميهم إحنا سيليكتنز أوكي طيب هلا لما بيكون فيه انفكشن بمكان معين فيه كيميكلز بتفرز من مكان الامفكشن ورح تأثر على الاندوثيليام اللي موجودة بالمنطقة القريبة بالمنطقة القريبة منها يعني على فرض فيه انفكشن هون رح يأثر على البلد فسلز اللي قريبة رح يخلي الاندوثيليال سيلز يفرزوا مواد وهاي المواد يعني تسمح للوايت بلد سيلز اللي موجودين بالبلد انهم يلتسقوا بالاندوثيليال سيلز أوكي مجرد هيك ما التسقوا او اقتربوا من الاندوثيليال سيلز بصير فيه تفاعل ما بين السيليكتنز والانتغرينز وهذا بيخلي الاندوثيليال سيلز خلص يصير لها يعني زي تلتسق بالاندوثيليال سيلز وبعدها الاندوثيليال سيلز زي ما انتوا شايفين هم بالعادة هون على هذا الشكل انه متلاسقين يعني ما في بناتهم فراغات كبيرة لكن لما بيصير فيه انفكشن الكيميكالز اللي بتوصل نتيجة للانفكشن على البلد فيسل بتزود اللي بين الاندوثيليال سيلز فهذا بيساعد انهم الوايت بلد سيلز يحشروا حالهم ما بين يعملوا سكويزنج او اللي هون سكويزنج ويدخلوا الى التشو اللي فيه الانفكشن طيب هذا بالنسبة لموضوع الاميغريشن هلا بدنا نحكي عن اشي اسمه الكيمو تاكسس الكيمو تاكسس الكيمو تاكسس الكيمو تاكسس هو الطريقة اللي اللي بتخلي الوايت بلد سيلز يروحوا لمنطقة معينة فيها الانفكشن رح نشرحه على هذا الشكل هون على فرض انه هاي المنطقة دخل عليها بكتيريا بكتيريا او فيروس هلا البكتيريا والفيروس بيفرزوا مواد كيموية مسميها احنا توكسنز اوكي وهي التوكسنز بتنتشر بالمنطقة المحيطة برضو حكينا احنا انه في عنا او نتيجة لدخول البكتيريا رح يصير فيه تدمير الخلايا الموجودة بهاي المنطقة ونتيجة لتدمير هاي الخلايا برضو رح يطلع كيميكالز معينة مواد كيموية معينة واخر شي في عنا احنا الفيكست ماكروفيجز اللي موجودين بالتيشوز برضو هم رح يحاربوا البكتيريا او الفيروس اللي دخل ورح ينتج عن هادي البروسس بعض الكيميكالز اللي برضو رح تبدأ تنتشر اوكي هلا الانفكشن وين موجود؟ الانفكشن موجود بهاي المنطقة وبدأت تطلع كيميكالز من هاي المنطقة وتنتشر للمناطق المحيطة لحد ما توصل لواحد من البلد فيسلز هلا ممكن يكون فيه كمان بلد فيسل هون ممكن يكون فيه بلد فيسل هون رح تنتشر هي بكل الاتجاهات مش باتجاه واحد اوكي هلا لما توصل على البلد فيسلز بتبدأ تعمل الافكتس اللي حكينا عنهم قبل شوي انه بيخلوا الوايت بلد سلز they will stick to the endothelium الشغل الثانية انه بيزيدوا الـ فهذا بيساعد انه الوايت بلد سلز يدخلوا للتشو ويتجهوا باتجاه طيب هلا كيف الخلايا هلا على فرض انه هاي الخلية هلا دخلت هون دخلت ع هاي المنطقة كيف ده تعرف انه الانفكشن بهاي المنطقة ليش ما تروح لهون او تروح لهون اوكي لانه هي بتعتمد انها بتتحرك باتجاه الكيميكلز انهم يعني هلا الكيميكلز اللي بيطلعوا من مكان الالتهاب بيكون الكونسنتريشن لهم عالي في المنطقة القريبة من مكان الانفكشن كل ما بعدنا التركيز رح يقل تركيز هاي الكيميكلز رح يقل لانها رح تنتشر خلال مساحة اوسع فبالتالي هاي الوايت بلد سلز بيبلشوا يدوروا انه وين التركيز اعلى ويتحركوا باتجاههم لحد ما يوصلوا على مكان الانفكشن الانفكشن هلا مجرد ما وصلوا رح يبدأوا يعملوا فايتينج للانفكشن اللي موجود حكينا انه ممكن واحدة من الطرق اللي اللي هي عن طريق الفاكوسايتوسس بالفاكوسايتوسس اللي بيصير انه طبعا اللي مسؤولين عن هذا الحكي للنيوتروفيلز والمونوسايتس او الماكروفاجز انه لازم المايكروب يرتبط مع ريسبتورز معينة على سطح الخلية هاي عبارة عن خلية مثلا خلين نفترض نيوتروفيل بعد ما يرتبط المايكروب مع هاي الريسبتورز جزء من البلازما ميمبراين بحيط فيه وبعدين بينفصل وبيدخل لجوه يعني بدأ انه ارتبط مع المايكروب بعدين صار البلازما ميمبراين يحيط بالمايكروب هذا وبعدين لما عمل زي كرة انفصلت هاي الكرة ودخلت لجوه بصير اسمها فاكوسوم هاي الفاكوسوم بتحتوي على المايكروب جواتها هلا جوه السايتو بلازم في عنا جرانيولز وهاي الجرانيولز فيها كيميكلز بتساعد على تدمير هاي المايكروبات فاللي بصير انه رح تيرتبط يرتبطوا هدول الجرانيولز مع الفاكوسوم والكيميكلز اللي موجودة جواتهم رح تعمل دايجسشن أو دستركشن للمايكروب هذا اوكي فهاي واحدة من الطرق اللي هي الفاكوسوس هلا اذا بنا نحكي مور سبسيفيكلي عن كل نوع النيوتروفيلز هم يعني اول خلايا بيوصلوا لمكان التشو انفكشن باكوسوسو 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 يعني مش شرط انهم يبتلعوا المايكروب لا ممكن يطلعوا كيميكلز لبره وهي الكيميكلز يدمر الباثوجين برضو هاي الكيميكلز ممكن يكون لها تأثيرات اخرى على الأنسجة مش رح ندخل بالتفاصيل هلا البيسوفيلز عندهم جرانيولز وهاي الجرانيولز فيها كميات كبيرة من الهيبارين من الهيستامين من السيروتونين وهدول كل واحد من هاي المواد إلو دور معين بالإنفكشن كنترول برضو أقام مش رح ندخل بتفاصيل هلا المشكلة اللي بتصير انه أحيانا البيسوفيلز لما بيطلعوا هاي المواد هاي المواد ممكن يكون لها تأثير سلبي على الجسم إذا طلعت بكميات كبيرة ممكن تعملنا حساسية وأكيد عمركو سمعتو بالمرضى اللي عندهم ربو أو عندهم اكزيما هدول المرضى انه لو أخدنا عينة من الأنسج اللي فيها رح نلاقي انه فيه كمية كبيرة من البيسوفيلز اوكي لانه البيسوفيلز رح يفرزوا هاي المواد وهاي المواد ممكن يعني تفقد السيطرة انه بدل ما تعمل اشي بين فشية للجسم تنقلب لأشي ضار هلا بالنسبة للإزينوفيلز الإزينوفيلز اللهم دور كبير بمحاربة الباراسيتك انفكشن بالعادة اذا دخل باراسايت على الجسم تفايليات يعني الإزينوفيلز رح يتجمعوا ويلتسقوا فيها ويبدأوا يطلعوا الكيميكلز اللي موجودة جوه لجرانيولز حتى يتجمعوا بردو بردو بمكافحة الاليرجيك يعني اذا احنا زي ما حكيت لكم كان في مكان فيه حساسية زي مثلا منطقة بالسكن فيها اكزيمو واخدنا عينا حنلاقي بس هدف وجودهم انهم بيطلعوا انزيمات بمكافحة بمكافحة الاليرجيك بمكافحة الاليرجيك يعني مثلا من الانزيمات اللي بيطلعوها الهيستامينيس الهيستامينيس بيدمر الهيستامين وبالتالي يعني بيحد من الاليرجيك بالنسبة للمونوسايت هم اكتر خلايا بتأخروا ليوصلوا للسايت بس بس لانه الفاقوسايتوت يعني عندهم قدرة كبيرة على الفاقوسايتوسس وهم برضو مش بس بيعملوا فاقوسايتوسس لمايكروبات ممكن يعملوا فاقوسايتوسس للدد بلد سيلز للدد بلد سيلز يعني هم بالعادة بينطفوا المنطقة اللي صار فيها الانفكشن لانه هاي المنطقة بدي يكون فيها خلايا ميتة بدي يكون فيها خلايا بيضاء ميتة بدي يكون فيها كيميكالز معينة يعني موجودة بدي يكون فيه سوائل فالمونوسايتس بيتخلصوا من كل هاي البقايا هلا في عنا اخر شي بنا نحكي عنه اللي هو البي سيلز هدول بيصنعوا انتيبوديز والانتيبوديز بالذات التي سيلز والناترال كيلر سيلز هدول انه بالعادة بيهاجموا الخلايا يعني اذا كان فيه خلية خلية من جسم الانسان في جواتها فيروس بيهاجموا الخلايا السرطانية بردو بيدمروا الخلية باللي فيها ضل هلا بس موضوع صغير بدنا نحكي عنه اللي هو موضوع الصفائح الصفائح زي ما حكيت لكم هم عبارة عن يعني هم مش خلايا هم اجزاء من خلايا بالعادة بالبون مرو بيكون في عندي خلية كبيرة اسمها الميغا كاريوسايت هاي بتتكسر وبتعطيني 2000 ل 3000 فراجمنت كل واحدة من هدول الفراجمنت اسمها بلايتلتس عدد البلايتلتس بالدم بتراوح ما بين 150 الف ل 400 الف اذا كان العدد اقل من 150 الف بنحكي انه الشخص عنده ثرومبوسايتوبينيا واذا كان اكتر من 400 الف بنحكي انه عنده ثرومبوسايتوساس هلا بما انه البلايتلتس المين فونكشن لالها هي انه تساعد بمنع البلد لوس عن طريق انها بتعمل البلايتلت بلاك وبتساعد بعملية اللي هو تخثر الدم فمعناته بنا نتوقع انه الاشخاص اللي عندهم عدد قليل من الصفائح معرضين انه يصير عندهم نزيف والاشخاص اللي عندهم عدد صفائح كبير معرضين اكتر انه يصير في عندهم تجلطات بالدم طيب عمرهم من خمسة لتسع ايام وبعد ما يعني تنتهي حياتهم بالعادة طيب هلا البلايتلت هدا هو شكلها طبعا هم كل خلية كل بلايتلت مكونين من بلازما ميمبراين وفي جوة البلازما ميمبراين فيزيكلز وكيميكلز معينة بتساعد البلايتلت انها تقوم بوظيفتها هلا البلايتلت لما تكون بوضعها الطبيعي انه ماشية بالبلد وما عم بتقوم بوظيفتها اللي هي تستوب البلادلوس بيكون هيك شكلها بتكون ان اكتيفيتد مجرد ما بدأت بتقوم بوظيفتها رح تتحول لأكتيفيتد بلايتلت ويتغير شكلها وهذا رح نحكي عنه المرة الجاي هلا بس خلينا نشوف شو هي الاشياء اللي موجودة جوة البلايتلت البلايتلت ما فيها كتير ارجانلز يعني هي بس فيها مثلا فيو مايتوكندرية فقط لا غير لكن فيها فيزيكلز يعني هاي البلايتلت رح نلاقي في جواتها فيزيكلز كتير وهدول الفيزيكلز بيحتوي على كيميكلز معينة ضرورية انها البلايتلت تقوم بوظيفتها بيحتوى على كلوتينج فاكتورز رح نحكي عنهم المرة الجاي بيحتوى على اي دي بي اي تي بي وكالسيوم في عندهم انزيمات كتير وهي الانزيمات بتصنع مواد ضرورية لفنكشن او دي بلايتلت زي في عندها برضو مايتوكندرية حكينا في عندها غلايكوجين بتستخدمه لتصنع اي تي بي وفي عندها كونتريكتاي لبروتينز اللي هم الاكتن والميوسن هذا كل شي بدي احكيه عن البلايتلت المحاضرة الجاي ان شاء الله رح نحكي عن موضوع الهيمو ستيسس اشتركوا في القناة